ماذا حصار هذا سؤال هاي الآية المباركة عندما قالت أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى هذا يا هداية هل هي الهداية بمعنى إراءة الطريق أو هي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب أي منهم الجواب هي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب وليست هي الهداية بمعنى إراءة ماذا إراءة الطريق بأي قرينة أعزائي خلوا ذهنكم يمي بأي قرينة لأنه الآية عامة ما قالت بأنه الهداية هداية ماذا إراءة الطريق أو هداية الإيصال إلى المطلوب إذا نحن نريد أن نحمل الآية على إحدى الهدايتين هداية الإراءة أو هداية الإيصال نحتاج إلى قرينة من أين؟ من نفس الآية البحث تفسيري مو روايي لا تقول لي سيدنا الروايات شنو قالت؟ هذا البحث الروايي في محله إذا كانت أكون رواية أنا أتكلم الآن في البحث التفسيري أعزائي تعالوا معنا إلى الآية ثمانية وثلاثين من سورة غافر الآية ثمانية وثلاثين من سورة غافر الآية ثمانية وثلاثين من سورة وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد سؤال هذا الذي كان يقول اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد كان مهديا بغيره لو كان مكتفيا بلا هداية الغير لا واحد كان من قوم موسى يعني بعبارة أخرى كان واحد من العلماء كان واحد من الناصحين وهذا مهدي بالغير أو مهدي بذاته مهدي بالغير مع أن الآية قالت قالت اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد إذن اتباعوا خلوا ذينكم يمي اتباعوا المهدي بغيره جائز غير جائز جائز له غير جائز جائز هذه الآية المباركة وإلا لو قلنا اتباع المهدي بغيره غير جائز إذن لا يمكن أن تتبع أي عالمين وأي محققين وأي وليين وأي وأي مع أن صريح القرآن يقول ماذا جائز مع أن هذه الآية من سورة ماذا من سورة يونس قالت بأنه كيف يمكنكم أن تتبعوا أحد لا يهدي ألا أن يهدى يعني ما لكم كيف تحكمون يعني لا يجوز اتباعه فلو كانت الهداية هداية تشريحية كان ينبغي ماذا يجوز اتباعه وحيث أن الآية قالت لا يجوز اتباعه إذن الهداية تشريحية أو غير تشريحية الأداية غير تشريحية إذا أردنا أن نصب هذا الاستدلال في قياس فهو قياس من الشكل الثاني الهداية التشريحية يجوز اتباعها وإن كان مهديا بالغير وهذه الهداية لا يجوز اتباعها إن كانت بالغير إذن هذه الهداية غير الهداية التشريحية أعيد القياس خلوا ذينكم يا بي الهداية التشريحية يعني ماذا؟ يعني المهدي وبالغير يجوز اتباعها بدليل ماذا؟ بدليل آية 38 من سورة غافر ولكن هذه الهداية هنا يجوز اتباعها إذا كانت بهداية من الغير أو لا يجوز اتباعها؟ لا يجوز اتباعها قال أما لا يهدي إلا أن يهدا فما لكم كيف تحكمون؟ لابد أن تتبع الأول ليس تتبع الثاني سؤال إذا كان الثاني أيضاً يجوز اتباعه لماذا يقول فما لكم كيف تحكمون؟ ثم لماذا هذا التقسيم؟ كما يجوز اتباع الصنف الأول والقسم الأول من الهادي يجوز اتباع الصنف الثاني ماذا؟ من الهادي مع أن الآية والتقسيم قاطع للشركاء تريد أن تقول أن الاتباع لا بد أن يكون لمن ها لمن يكون هاديا من غير هداية الغير أما إذا كان هاديا بهداية الغير فلا يجوز ماذا فلا يجوز اتباعه فما لكم كيفا تحكمون وحيث أن الهداية التشريعية إذا كانت بهداية من الغير يجوز اتباعها إذن هذه الهداية ماذا ليست هي الهداية التشريعية واضح ما أدري صار المطلب إلى هنا من هنا أعزائي خلوا ذهنكم جيدا يمي من هنا أعزائي إذن لا بد أن ننتقل إلى السؤال الأخير في الآية المباركة الحمد لله رب العالمين البحث استطعنا أن نجمعه في يوم واحد السؤال الأخير ما معنى أنه مهدي بغيره وليس مهديا بغيره هل يوجد أحد ليس مهديا بغيره الجميع مهدي بغيره إلا الله الله هو الهادي أحد يهديه أو هاد بالذات هو أما عندما نخرج عن عن الحق تعالى تأتي ابدأ من خاتم الأنبياء والمرسلين وجميع أنبياءه للعازم وكل الأوصياء والأولياء فهو مهدي بمن مهدي بالغير إذن ما المراد من أنه أمن لا يهدي إلا أن يهدى الجميع يكون ووقعا أين في أمن لا يهدي إلا أن يهدى إذن ما المقصود من أنه لا يهدي إلا أن يهدى والذي يهدي من غير أن يحتاج إلى ماذا إلى الهداء ولهذا جملة من المفسرين سنة خصوصا عموم علماء السنة ولعله الشيعة أيضا بعضهم ما تابعت أنا التفاسير كلهم قالوا أن هذه الأولى أفمن يهدي إلى الحق يعني الله لماذا قالوا توجد مقرينة قالوا قالوا الآية قالت قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق إذن مراد أفمن يهدي الحق ماذا هنا يعني الله وغيره ماذا كم مع أن الآية المباركة ليست بصدد هذا واضح هذا من الواضحات لا تحتاج إلى دليل فما لكم كيف تحكمون الآية تريد أن تبين حقيقة أخرى مرتبطة بالناس مرتبطة بالهادين في القرآن أن الهادين أهدكم سبيل الرشاد هذا نوع من الهداية وأنهم يهدون بأمرنا هذا نوع آخر ماذا من الهداية من هنا أعزائي ننتقل إلى بحث أخر وهذا البحث هو خلوا ذهنكم يمن وهذا البحث هو ما هو المراد من ما معنى ألا يهتدي بغيره ومعنى يهتدي ماذا بغيره ما هو المراد من الاحتياج إلى الغير وعدم الاحتياج ماذا إلى الغير هذه القضية لأنه ما تنتهي في هذا اليوم يعني في هذا البحث هذا إن شاء الله خلوها إن شاء الله إلى اليوم اللاحق حتى إن شاء الله ننهي بحث هذه الآية المباركة مع بعض الروايات التي تؤيد هذا المعنى والحمد لله